اللي أثارت جدلا شديدا تعليق من الدكتور محمد البردعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق اللي عايش في فيينا قال فيه في تويتا كتبها تقدمت منذ ثلاث أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز صفري وهو ما يسترق عادة أيام آمل أن لا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة هنا طبعا إشارة إلى أن هل الحكومة المصرية مش عاوزة تجيب لي جواز الصفر بتاعي لأن أنا عندي مواقف من السلطة الحالية ده اللي بيخليها نسأل المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد المستشار أهلا بيك أهلا وسهلا وسهلا خير سيد المستشار أنا علمت أن الخارجية ردت بتويتا على الفور بس أنا قلت يعني حتى يتأكد للجميع هذا الموضوع في العموم كده هل يمكن للخارجية المصرية للحكومة المصرية عموما يعني أن تخلط بين بعض الخلافات مع بعض الشخصيات وبين حقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها هو ده اللي عاوز يقوله الدكتور محمد برادعي من هذه التويت في المطلق هل ده يمكن أنه يحدث؟ لا بالتأكيد لا يمكن أن يحدث الحق الحصول على جواز السفر لأي مصري وحق دستوري يكفره القانون ويكفره الدستور وبالتالي طالما لا يوجد أي مانع قانوني أو قضائي يحول دون تجديد الجواز السفر فلا يتم ذلك بأي شكل من أشكال وبالتالي كنا حريصين على التوضيح الدكتور البرادعي من خلال التويتا أيضا تم بها الرد على أنه بالفعل أصدرت وزارة الخارجية الجواز السفر السفر الخاصي الخاص للدكتور البرادعي وهو بالفعل في طريقه إلى بينا من خلال الحقيبة الدكتور الماسية إلى السفارة المصرية في بينا لتسليمه طيب هو في الغالب القواعد والإجراءات يعني حداك بتقول أنه قبل تجديد جواز السفر بيتم التأكد من بعض الأمور القانونية بالتأكيد يعني لابد طبعا من إجراءات معانا لأي جواز السفر خاصة الجواز السفر التوماسي بيتم فيه إجراءات معانا للتأكد من الصلاحية وتجديد جواز السفر بعد أن تنتهي هذه الإجراءات بيتم إصدار الجواز وإذا كان الشخص موجود في مصر بيتسلم الجواز بنفسه إذا كان موجود في الخارج بيتسلمه من خلال السفر المصرية في البلد التي يقوم بها طيب هنا سرعة الرد كانت مطلوبة حتى لا يتصيد البعض ذلك طبعا لابد من التوضيح الدكتور بلدي بيشاركها من خلال الإنترنت ومن خلال التويتات التي بيصدرها وبالتالي يوجد ناس كثير يتابع هذا الكلام وكان من المروري الرد والتوضيح في حينه لأنه هو ده الحقيقي هو ده الواقع طيب اسمعني بس أنا يعني هسأل حالك برد لأنه بعض المعارضين اللي عندهم مشكلة اللي عايشين في الخارج يعني وانا دايما نقول يعني يعني لا أعترف بمعارض في الخارج يعني دائما من يريد أن يعارض فليأتي إلى الداخل وحتى نقول ذلك للجميع هنا الدكتور أيمن نور كتب أنه بقاله 3 سنوات ينتظر تجديد جواز صفره هل هذه المشكلة وصلتكم يا ساتم الشار؟ يعني طبعا المعتاد زي ما قلت لحضرتك في الحالات المسابعة هو أنه إذا ما كانش فيه حائل قانوني لإصدار الجواز سيتم إصدار الجواز ودي مسائل بتبط فيها أجهزة الدولة المختلفة وبتتلقى وزارة الخارجية رأي أجهزة الدولة المعنية في هذا الشأن ووزارة الخارجية هنا بتكون طرف منفذ للتوجيهات أو القرارات اللي بتصدر عن الأجهزة المعنية بإصدار هذه الجوازات هنا طبعا في حالة الدكتور البلدية يعني هنا بنتكلم عن جواز صفر ديبلوماسي باعتباره كان يشغل منطب نائب رئيس الجمهورية الأسبق وبالتالي كان القرار صادرا من وزارة الخارجية بتجديد هذا الجواز بعد التأكد من صلاحية إصدار هذا الجواز وبيستمر جواز الصفر الدبلوماسي معاه يعني بعد خروجي من المنصب يعني بالتأكيد بالتأكيد طيب سيد مصشار بشكر حضرتك على هذا التوضيح وطبعا يا جماعة يعني أنا من الذين يختلفون كثيرا مع الدكتور البردية بس دون تخوين يعني بين قصين لا يستهويني ولا أسرف في إطلاق التهمات العمالة والتخوين والطبور الخامس دي يعني لا يعني حتى في اعتقاد الاتهمات التي يمكن أن توجه للبردع بموضوعية هي أهم وأكثر من ذلك وشخصية عاوز الناس تشيلوا على الأعناق وتقعدوا على السلطة ما بيحبش يتعب الشخصية لا يريد أن يدفع ثمنا عنده مأزق نفسي في العلاقات الاجتماعية مع الغير وبالتالي شخصيات من هذا النوع لا يمكن أن تلعب دورا شعبيا اللي بيلعب دور الشعبي ده حد يكون بيحب الناس ويحبهم بجد مش تمثيل مش على طريق عادل إمام في الفيلم اللي أبوسه يعني يبوسه واحد غلبان كده علشان يعني لا يعني إنما الدكتور البرادة دايما تجده يعني متأففا وتجده أيضا لا يجيد التلاحم مع الناس ولا يجيد حتى العلاقات لا مع السياسيين ولا مع المواطنين وعاوز الناس تشيلوا كده وتضعوا على السلطة دون أن يدفع ثمنا ودون أي تعب يعني أضايا كتير ممكن تختلف فيها مع الدكتور بالإضافة لأنه موقفه بعد فض اعتصام ربعة كان مخزيا يعني سهل لدول كثيرة إنها تصدر بيانات ضد مصر وساهم في حالة العداء بعد فض اعتصام ربعة الموجهة لمسمع إنه يقينا كان موافقا على الفض على اعتبار إنه كان لا يمكن أن تنشأ دولة مسلحة داخل الدولة لكن في كل الأحوال مواقفه لا يمكن أبدا أن تحول دون الحصول على حقوقه ومنها حقه في أنه يبقى معاه جواز صفر أيضا إذا كان الدكتور أيمن نور مهما كان الخلافات معه أنا دايما نقول لا توجد مواردة في الخال اللي عاوز يعارض ييجي ويدفع ثمنا بعضا حيقولك يعني يدخل السجون تمانتوا بتدفعوا الناس للدخول للسجون يعني يبقى تعالوا جميعا واللي عاوز يدفع ثمنا يدفع ثمنا يعني ما هو في تلاتين ستة يعني لو فشلت تلاتين ستة كل الذين تحمسوا لها كانوا حيدفعوا ثمنا إما حيدخلوا السجون حيتم البطش بيهم لكن بقوا جميعا ما فيش حد أقل لما أطلع الخارج وتأكد بقى هتنجح الثورة ولا لا يعني وبالتالي هي قضية في غاية الأهمية الحقوق للمواطنين طبعا المشارة حمالة بزيد بيقول فيه جوانب قانونية لو بقى فيه صدر ضدهم أحكام فيه قضايا جنائية ده قضية تانية لكن صلتنا الضوء على هذه القضية لأهم